حين يكبر الطموح يتحرر الإنسان من فواصل الجغرافيا فيقف التاريخ مرغما ليحدث العابرين في رحلة الأجيال الأبدية عن أثاره وتأثيره عن اسمه ووسمه عن حياته ومنشأه إنه العمر الثاني الذي يعيشه الأبطال ونسميه نحن الخلود ويعيده الزمن كلما اكتملت دورته وهنا نسميه نحن الذكرى وهكذا تختزن ذاكرة الشعوب أحداثها ورموزها ذكرى الشهيد عبارة كلما حاول المصطلح أن يختزلها خانته سعة التعبير عن احتواء معناها الحقيقي لأنها أكبر من مجرد ذكرى فالشهيد هو ذاك الإنسان الذي يحمل بداخله بطولة ومجدا وهمة لا تكفيها مساحة العمر البشري لأنها لا تقبل الفناء ومن هنا كانت حياة الشهداء تنتقل عبر الأجيال فتعزفها أنشودة خالدة وتعيشها أعيادا وذكريات وتقتات على معانيها وتستشف منها معنى الوطني والعالمي والنشيد فتقرأها رموزا مقدسة في محراب الوطن الكبير وهكذا كان الإنسان الإماراتي أكبر من الجغرافيا وعصي على تجاوزات التاريخ وقف ذات يوم ليقول للغزاة نحن حماة عارين الأمة والثوابت لا تقف هويتنا عند حدود مفتعلة لنا وطن عربي كبير ولنا في اليمن أهل ودم ومصير سنغني للموت في سبيل رسالتنا بل ونراها في سبيل الحياة نعم إنه الشهيد الخالد العظيم والخلود أكبر من النعوش ومرسيم الوداع ودموع الأحبة لأنه ببساطة هو الإنسان الذكرى